اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي زي ما قلتلكو طول ما روح التحدي والفانيلا الحامرة موجودة مع اللعيب يا باشمونس مؤكد مؤكد بي من الاساسيات الروح دي من الاساسيات ايا كان وضعت مميز او بعافية لازم تبقى موجودة لان دي اللي بتميزك ودي اللي بتخلي كل الناس ما تصدقش انها موجب تكسب الاهلي زي ما بقولوا الا بعد ما تروح بيتها بالاضافة بقى الشروط اللي احنا اتفقنا عليها كلنا على قلب رجل واحد خلف النادي الاهلي الشرطين دول عندما تحقق ما تخافش على الاهلي كمان ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي متمسك بالنظام التاريخي بتاعه عشان كده الجملة دي استوجبت هذه الفقرة ادارة الاهلي ضعيفة طب يعني ايه قوهية بص يا جماعة مع كل ظرف حتى لو مباراة الفريق يتعادل يخسر فجأة انتشر كده حاجة اصله ادارة الاهلي ضعيفة اصله الاهلي ادارة ضعيفة ما بتجيبش حق النادي وبعدين تسمع او تقرأ بعض التجاوزات في الالفاظ اللي لا تليق ابدا وده يخليك كنت بقول للمهانس عدلي واحنا بنجاهز للحلقة لا واضح ان احنا محتاجين ضبط مفاهيم احنا محتاجين نوقف عند معاني حقيقية ضبط مفاهيم ولا فارز يا استاذ ابراهيم لا ضبط وفارز وفارز لان ما فيش حد اهلاوي حقيقي يعني يجيلوا قلب يتكلم في ظل بواقع مخالف تماما للكلام ده عشان كده بقول لكم قلنا لا لازم ان نتعرض للمسألة لجمهورنا والنادينا ايه مفهوم القوة وايه مفهوم الادارة لانه انا ليه بقول لكم يفضل الاهل ما تخافش عليه طول ما الاهل محافظ على هذا السيستم بتاعه كل شوية تسمعه من منافسين اصى الفرق بين الاهل وغيره الاهل عنده سيستم وعنده نظام واول ما تحصل حتى لو هدف من فولاوت تسمع كلمة الادارة ضعيفة والادارة ايه وايه وايه وكلمات فيها بعض التجاوز حتى اللي لا يليق حفاظا على الاهل وجمهوره ووعي جمهوره قبل مجلس ادارته كان لازم نناقش المسألة في الاساسة باش مهندس يعني ايه مستوى اداري قوي او ضعيف مفهومك بعد قول اذا عايز تقول معيار القوة ايه معيار الضعف ايه وهي مش حقوق وهي مش حقوق فيحصل عليها ايوة كده هو ده الاساسة كان يقبلها المشهد على فكرة موجودة بتمارس بلغات جديدة ومن خلال نمازج تبدو وكانها وقورة ولكنها ماشي بنفس المنهج مغازلة اللي هي بتتلخص فيه مغازلة غرائز الناس مش عقولها العواطف مش العقل فيبدو لما تعملش كده تبقى ضعيف هذا أمر فيه خلل وفيه خطورة انك تصدقه لانه هيقودك لكنك انت كمان لازم تمشي في الاتجاه ده وتنسى بقى القواعد الاخلاقية والقانونية والتقاليد اللي هي سبب قوة الاهلي الاهلي قوته في تمسكه بسوابته بتقاليده عبر الزمن هنجل دي لكن مش هسيب الجزئية القوة اللفظية القوة اللفظية ايوا لان دي لازم ان نقف عندها اول معيار من معايير القوة من ايه من هنا هي الضعفة او هي اللي هي قوة الحنجرة قوة اللسان وقت دلك المهندسة عدل اشار الى حاجة طبيعة الفترة اللي الادارة بتنافس عليها ادارة نادي منافس مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لما انتخب في 2018 انتخب معاه في نفس اللحظة او في نفس التوقيت او لنفس الدورة على النسق الاخر او الضفة الاخر من النهر مرتضى منصور رئيس اللي نادي الزمالك الساحة الرياضية شهدت من التراشق والتجاوز اعتقد ما يسكم الانوف بجد كلكم فاكرين الدوشة اللي حصلت وكلكم تابعتوا الساحة الاعلامية كان فيها ايه كان الامر بين القوة والضعف في ميزان المهندس عدلي انه الحنجرة تفضل تنتج واللسان يفضل يقول والساحة يبقى فيها كل هذا الانفلات وبين حد يتمسك بالضبط النفس والحكمة والقوة مشفوعة بالقانون كانت الادارة ادارة النادي الاهلي مرسة افضل انواع القوة القوة مش انا الاسد اهو انا عطريس وكله عارف مين عطريس لكن كانت القوة في قوة المنطق قوة الانضباط قوة مراعاة الظروف قوة احترام الروح الرياضية قوة التمسك بالمسل الاخلاقية والتمسك بالحقائق وفي نفس الوقت ما بتفردش في حقها كبدا ما بتفردش في حقها كبدا لجأت الى كل الجهات المسؤولة سجلت وقائع اثبتت موقف وفي نفس الوقت روحت للجهة المسؤولة اللي هي القضاء دلوقت شوف انت بقى فين وانا بقى فين ايه نتيجة الالتزام بالحق والقوة والقانون افضت الى ايه؟ لانه ده عدل اصله افضت الى ايه؟ مين بيتمتع بالتقدير والاحترام والدعم ومين خرج برى المشهد وانتخب مجلس جديد لنادي الزمالك اذا نتفق مبدئيا على القوة اللفظية والشكل اللي الناس فتنت به لانها كانت تبقى المسألة فيها فتنة في الارض ان الناس تعتقد انه التجاوز قوة والخروج عن الحدود المألوفة والطبيعية والاداب العامة قوة بينما ثبت للجميع بما لا يدع ادنى مجال الشك ان القوة قوة الاحترام قوة الانضباط قوة الاخلاق قوة الالتزام بالقانون افضى الى ما تم وإلى ما صار اليه المشهد الرياضي دلوقت زي ما انتوا شايفين فهنا كان معيار القوة القوة في العمل الاداري القوة في العمل الاداري هذه الادارة وانا زي ما قلتلكم في بداية الفقرة هذا ليس مقصود به ابدا ادفاع عن مجلس الادارة اعتقد له من الاعمال ما تشفع وتدافع عنه لكن ادفاع عن جمهور النادي الالي والمفاهيم الحقيقية اللي محتاجة يتمسك به لا ودفاع عن النموذج اللي احنا مؤمنين انه ده الافضل للنادي هو ده الافضل للنادي هذا النموذج مهما تغير الافراد يتمسكوا بهذا النموذج بالضبط هذا النموذج بالالتزام بالسيستم بتاع النادي الاهلي اختبر اداريا في اكتر من معيار اختبر في قوة صلابته انه في بداية ممارسة عمله يتعرض الى منعطف خطر جدا وصعب جدا يتعلق برعاه بيخرجه وعقود بتنتهي ثم يستطيع مجلس الادارة ايجاد البدائل ذات الكفاءة العالية والمردود الماد الأعلى سواء مع شركة ملابس او شركة رعاية فتفجأوا انه بيعظم موارد النادي الاهلي فهنا الاختبار لقوة الادارة من الناحية الاقتصادية لا انت توسعت وزدت ادعم كلامك بحاجة حاجة ادت الى ايه ان يحصل النادي الاهلي كافضل نادي ادارة هزمة كورونا مع النادي وخرج منها منتصرا العالم كله دي نقطة مهمة مش كاسب باب